وإحنا المحامين إزاي من غير مالفاق دي وليه لغاية دلوقتي محصلتش أمهو؟ أنا مش عايزة أعمل دور الإنفستيجاتور مش عايزة تفشل المحقق لأنتي لازم تعملي كده لنخلي مالك أنا ما يفعش أصدر يعني أنا بيجي لي المشكلة ما لك تنظر حد إنتوا بقى سببت اللي بتحاولوا تحلوا وإحنا اللي بنحاول نشوف الجزء النفسي بالزبط إحنا بنعمل كل اللي أنا يهمني قيم الأسرة المصرية طبعاً بنتعلم وبأيخد ده كمسل عشان كده أنا مش قادر أحكم على دي عشان فيه حاجات كتير مش مظبوطة وحاجات كتير ملخبطة فأنا مش عايزة أحكم على دي لكن أنا عايزة أقول أحل من النقطة دي إزاي أحافظ على قيم المجتمع إزاي أنت عملت حاولي تحلي بس هل بعد ما وصلنا للنقطة دي إحنا ممكن نحل ونرجع تاني؟ آه سيريسلي ماقول؟ موتيش حاجة بعيدة عن ربنا بعد كل آه لو إحنا عايزين لو إحنا عايزين وتأزينا وتوجعنا من جوه ما نحبش نشوف ولادنا ما فيش بني آدم في الدنيا ولاد ولاده يحب يشوفهم مقطعين بعض طيب ما الأخ فعلا قال لي اللي هو مستعد أنه يرجعوا كويسين بس يتنزلوا عن مرأسهم ها؟ ها؟ هتعمل إيه؟ هلا يتنزلوا عن مرأسهم هم يقرروا هم يقرروا عايزين إيه؟ عايزين أخوهم؟ ولا عايزين الفلوس؟ ما هي سهلة؟ أنا عايزة حقي وعايزة أخويا؟ لا ما هو الراجل قال لهم يا أخوكي يا الفلوس وش معنى أنا لأضحي يا ريهام؟ طيب مش شميع ما إحنا لو ابتدنا شميعنات طيب ما هو ما هو أنت عند القرار ما هو أنت عند القرار؟ ما تقرر يا سيدي عايزة الفلوس ولا عايزة أخوكي؟ واحدة وصد واحدة عايزة إيه؟ عايزة دي ولا دي؟ عايزة حقي ربنا ما هو ما فيش حدي حياخد الاتنين معقولة؟ عايزة دول هو الراجل قال لهم أهو عايزة دول عايزة دول أنت عايزة دول لأ أنا كسالي؟ لأ أخويا فوق أيهاك طيب ليه؟ بس يفكر أنه يجي علي ولا يجي جنبي أنت عارف ليه؟ 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 ليه قلت يا أخويا؟ عشان ده دمي ولاحمي ده ده دهري ده حياتي وعشان الرزق تأميني عشان الرزق بتاع ربنا الله يناور عليك ومع بعض إيد واحدة يا رب ما شاء الله لهم أبارك في طول الله الله يناور عليك لأن الفلوس ممكن أورس الملايين في غرفهم على صحياتي أو عندي الملايين وفي الآخر اللي عارف أشوف عيالي ومحبوس على رأيها وماسجون في بيت طبعا يبقى أنا فديتني بإيه القطيان اللي كانت عند بس الناس كلها بتضطروا تضحية من التضحية الكبيرة دي لما لقى أخي عناني تربية الولاد يا سالي تربية الولاد يعني أعلمهم أن فيه حاجة اسمها مسئولية يعني أعلمهم أن الفلوس اللي بتخش لك يا حبيبي جيبك دي الرزق اللي مسؤولين منك دايما بتقولي اللهم أرزقني برزقهم كل اللي حواليك حتى في البيت حتى اللي بيساعدوك في البيت حتى اللي بيساعدوك في الطريق حتى لو عندك حد بيسوق لك حتى لو عندك أي啥 والله العظيم ده رزقهم وسبحانك يا رب اللي بتطلعو بيجي لك أضعفو والله بالضبط كده بالضبط كده هو ده اللي أنا أعيز أقول أن الرزق ده بتاع ربنا لكن ربنا وصانا بأخواتنا لو عندي أخ عاق يبقى أنا دوري إيه أنا الأخذة كبيرة أقوم مش تخانق معها الفلوس نأتب ليه؟ لأن الفلوس في الأغن طبعا أنت ممكن تخذي فلوس خذي الفلوس طبعا أنت عارفة هتلحق تصير فيهم الله أعلم النفس بيئة الأعمى ممكن ما يخلش إشتاني هتصير فيهم على الأغنى أو جالك وزي الفل وربنا يديك الصح حاجة حصلت لأولادك طبعا أنا عايز أختم معك بسؤال أنا سألته على الأول قبل ما أقدمك إزاي نحمي أهلينا مننا؟ أقولك نحمي أهلينا مننا إزاي؟ نرجع لربنا بس هي بتقولك هو ما يعرفش ربنا والله هي ما تقدرش تقولي الكلمة دي علاقة العبد بربه محدش يعرفها ما أقدرش أقول عندك ها؟ ما أقدرش أقول عندك ها؟ يعني الواحد دلوقتي ما بقاش بيخاف غير من ربنا على ظلم العباد لأنه في ناس بيبقى ربنا بيسيبها يعني آه الأب مات في الثانية والأخ مات في الثانية وفي ناس ربنا بيسيبها يا مدهم يا عمهون وفي الآخر بيجيبها عشان يحاسبها على لهم عملوه في العباد مضبوط أخويا ولا الفلوس أنا أختر أخويا أنت تختري إيه؟ أخويا ترجمة نانسي قنقر